موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم فيه شوية عبقرة كده مش معروف أسماءهم إيه دول طلعوا كلام وأمثال في تراصنا المصري الحقيقة إنه كلام يصلح لكل العصور وبيتنقل من جيل لجيل عبر الزمن يعني لما يقول لك فلان ده بيعمل من الحبة أب ينهر أبيض على التشبيه جبار ومين فينا يعني ما استهيفش في أوقات كتير وصغر عقله وعمل من الحبة أب مين فينا ما جربش المقولة اللي بتقول يجي عند الهايفة ويتصدر مين فينا ما عداش عليه خناقات في بيته ويعني ولعت من مستظهر الشرر تقول لك إيه أنا معرفش إيه اللي حصل ده إحنا كنا كويسين جدا مش فاكرة قولنا إيه خلانا نبسك في بعض المسكة دي يعني تيجي تدور على بداية الخناقة فتلاقي إنه من كتر هيافتها أنت مش فاكرة ويقول لك إيه كلمة في التانية مسك في بعض الله يعني كل ده بسبب كلمة تفهى أيوة الله يعني هو رمى يمين عليها بسبب التفاهى دي أي نعم مش بيجي بعد كده يقول لك لأ ده أنا ما قدرش أستغنى عنها لا هي ولا الولاد دي قلبي وحياتي مش بتسمعوها تقول بس أنا مش عاوزة أتطلق ده أنا بحبه الله أمال كنتي بتطلبي اتطلق لي يا حبيبتي أهو شطان بقى أهو صعد شطان بقى ودماغي قفلت بقى ساعدة الله يعني مفيش ما يستدعي إنكم تسيبوا بعض لا ده مفيش حاجة خالص دوابنا حلال ويقول لك وهي برضو والله بنت حلال وكويسة الله أمال أنتو بتشحتتوا أبونا وراكم عشان شوية هيافة طب إبقوا لموا الدور من الأول طالما الموضوع عبيد كده فتسمع حاضر وطيب وآخر مرة ومش هنكررها تاني وبعدين عند أول كلمة هايفة بعد كده يتصدروا لها برضو والحقيقة إن دول ناس تعرفهم في قموس الكلام الحكم اللي احنا خدناه من أجدادنا إن هما ناس غويين نكد يعني بيدور على النكد والغم بملقاط يبقى ما فيش حاجة خالص والحقيقة ماشية بأمان وسلام وتلاقيه يمسك في أي حاجة ينكد بيها على البيت وخلاص يعني أنت كده هديت اتبطيت ارتحت أما البيت ولع هدتي اتبسطتي فشتي أما مخورتي في حاجة عادية خالص وخلتيها مش عادية وما تمرش مرور الكرام والحقيقة بس عشان ما بقاش أنا عمالة بنظر وبقول أنا لقيت نفسي بعمل كده مع ولادي بمسك لهم في الهايفة وأقعد أزعق فيها وبعد ما الزعق يخلص أقعد يعني وفتست خلاص من قطر الزعق أقعد أقول لنفسي يعني هدتي اتبطتي اتبسطتي أما زعقتي لولادك وسطك راح على حاجة هايفة وتفهق أول مرة أنتوا هتعقبوني فاختاروا عقاب لي فعجبتهم اللعبة قوي الحقيقة وأقعدوا يقولوا حاجات كتير وغالبا هيقلبوني رسمي لأنه أنا ست سريعة الانفعال بس الحقيقة أنه ملهاش حل تاني لازم نحاول طول ما احنا عايشين خلاص ما احنا عايشين في الدنيا ولابسينها لابسينها فاحنا لازم نقعد نصلح في نفسنا ماينفعش نسيب روحنا كده نفضل نمسك في بعض ونتخنق على الفضية والمليانة لأنه هجرالنا حاجة الشاهد أننا لازم نحط قواعد لحياتنا اتفقوا مع بعض بقى على الحاجات الهايفة اللي ايه بتنكدوا على روحكم بسببها شوفوا صيغة اكتبوها سموا الهايفات اللي انتوا بتتخنقوا عليها دي واكتبوها في لستة وحاولوا تتجنبوها وحطوا على نفسكم التزامات يعني لو عملت الحاجة الهايفة دي أو اتخنقت عليها يعني عليك ليه يعني عليها واحد اعمل عليها حاجة حطوا على نفسكم التزامات وعود عقاب يتنفذ في حالة يعني لو حد مسك في الهايفة وتصدر وتخنق عليها ووالله ما تستهونوش بالكلام ده ولا تقولوا ايه الهايفة بقى دي كمان هنقعد نكتب ايه الهايفات اللي احنا منتخنق عليها طب والله العظيم لما بنكتب يعني لما تيجي تكتب عيوبك كده قدام نفسك وتعترف بيها اعتقد ان ده هيبقى أول الطريق للتخلص منها بس انتوا قولوا يا رب سؤال الحلقة النهاردة اعصروا لي دماغكم كده مش محتاجين تعصروا دماغكم قوي لان هتلاقوا الحقيقة خناقات كتيرة قوي حصلت بينكم بسبب حاجات تفهة قوي لو لقيتوا تصلوا بيها ويحكوا هالي اووا بعتولي مستنيوا مشاركاتكم معنا في الحلقة على جروب الدين والحياة مع دعاء فاروق وفضيلة الشيخ أحمد تركي هيرد على سؤالنا طيب ازاي نتخلص من التفهات والصغائر في الحياة الزوجية او الحياة عمتا وما نكبرهاش لدرجة الخناق والدرجة المقطعة والدرجة ان الحياة تبقى يعني سوات بعيدة عنكم وعن السمعين بعد فاصل قصير اهلا بيكم ويظهر ان الهيافة او المشاكل التفهة في حياتنا كلها بتجبر يعني انا حطيت سؤال على جروب الدين والحياة مع دعاء فاروق ياريت حضراتكم تحطوا اللينك علشان حتى لما بيدخلش على الجروب يدخل ويشوف كم المشاكل اللي بتكبر من مستصغر الشرر ممكن توصل يعني لقطيعه وتوصل لحاجات حرامة وكبائر يعني وقطع سلة ترحم وتوصل كده وفي الآخر هيافة فضيلة الشيخ احمد تركي موضوع ان احنا ما نعديش لبعض ونقف لبعض على الوحدة ونعمل من الحبة قبة ده الشرع بيبصله ازاي والدين الاسلامي بينظر الموضوع ده ازاي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صراحة لرجل قال اوصني يا رسول الله قال لا تغضب اول حاجة قال له يا رسول الله اوصني قال له لا تغضب لا تتحكم ينبغي ان تتحكم في عواطفك بحيث ان لا تتحكم فيك نفسك انت اللي تتحكم في نفسك مش نفسك اللي تتحكم فيك والبعض بيظن ان اللي طول ما هو هو حمش وصوته عالي ووقف على الوحدة ومكبر كل حاجة والحاجة الصغيرة ما يعجيهش خليها عضية كبيرة اه ما يعجيهش وفهرق مفكر دي الرجولة مفكر دي اتبقى ايه اوع وشك زي يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والسرعة دي كانت لعبة رياضية زمان المصارع صحيح المصارع وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه واحد مشهور زمان في الجاهلية ما كان يصارعه احدا الا ويفوز فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صارعه فصارعه رسول الله فالسرعة دي كانت ليه المصارع لوحد يغلب واحد او يصرعه فقال ليسش قوي او ليس الشديد ما تعملش نفسك كبير بحاجات زي كده انما الكبير ان انت تتسد بالحلم وبالاناة وبالصبر وبالتواضع وبالقوة وتتحكم في نفسك تتحكم في عواطفك اذا غضبت لا تخطئ هي دي هي دي القوة الحقيقية اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا عندما قال ليس شديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والعلماء بيعلمونا طب اذا بيملك نفسه عند الغضب بيملكها ازاي بيملكها ازاي بوسائل كتير الوسيلة الاولانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال عندما وجد رجلين بيشتموا بعض التشاتمان وواحد منهم روقوا كده حتى انفجر من الدم والشوء وحمر فقال اني اعلم كلمة لو قالها هذا لسكت عنه غضبه فقال فقالوا يا رسول الله ما هي قال يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هما بيقولوا ان هما عشرين ثانية بالضبط اللي تفتكب كل الجرائم اثناء الغضب بيحصل فيها الطلاق وبيغبط وبيضرب وممكن تحصل لحالة قتل الزروة لما بيوصلوا للزروة اه هو عشرين ثانية بس العنق والزجاجة دي مدتها عشرين ثانية تلت دقيقة التلت دقيقة دي لو مرت على خير بنبدأ نستعيد قوتنا وعقلنا وحكمتنا مرة تانية فانت عبل ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عد خمس ثواني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم اذا كان قائما فليجلس ان سكت عليه الغضب وإلا فليرقد يغير وضعية جسمه ادي خمس ثواني عبل ما يقعد ادي خمسة تانين او عشرة تانين عبل ما يجلس او ينام ادي كده لعشرين ثانية عدوا وبالتالي هنا بترجع له حكمته وعقله مرة تانية وفي سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايضا قال ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء تطفئ النار فاذا غضب احدكم فليتوضى يعني يقوم بس يتوضى كده او يترك المكان الوقت ده شتمنا وضربنا بعض او حصل اي مشكلة نسيب المكان ونروح مكان اخر نتفكر ان المصدر قوتنا هو الله سبحانه وتعالى الاوري المهم بقى اللي سيدنا النبي علمه لنا في الناس اللي عندهم مبلغة شديدة انه لا يجوز باي حال من هالأحوال ان الانسان ينتقم لنفسه انتقم للنفس ده ده من الشيطان سيد عائشة رضي الله عنها وارضاها انها تحدثت عن اخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ومن تقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمة الله فاذا من تهكت حرمة الله فهم ينتقم لنفسه على طول فمسألة كرمتي وجعتني لا ده انا هنتصر ده انا لازم هنتصر عليك كده كده لازم اغلبك في الكلام لازم انت تردخ لي كل هذه من الجهلية ومن الشيطان ولا يجوزوا بأي حالة من الأحوال مهم بقى في الموضوع ده انما الناس اللي زي دول النمط ده دايما حاطت نظارة التشاؤم والنظارة السود على العينه شايف كل الدنيا سواد بتالي بيكبر بيكبر الموضوع بيخلي من الحب ابراهيم عليه السلام راح يزور سيدنا اسماعيل بعد عمر طويل وتزوج من جرهم من قبيلة جرهم فقابل امرأة هو كان يحترف الصيد غير موجود ما حالكم؟ قالت بشري حال بشري حال؟ بشري حال؟ بشري حال ده ليس أول كلمة أول مرة عاشت أنه هو أبو؟ لما تعرفش ده واحد بيسأله هو مشي من عندها وهي لا تدرك أن ده حماها ولا أنه هو والد سيد اسماعيل عليهما السلام فما حالكم؟ ما طعامكم؟ قالت بشري حال فأدرك سيدنا إبراهيم عليه السلام مش دي الزوجة المثالية نكادي دي الزوجة النكادي فقال أقري إيه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك فهي لو تعرف أن ده سيدنا إبراهيم ولو تعرف معنى غير عتبة بابك ما كانتش قالت طلق فقال لسيدنا إسماعيل قال جاء أنا رجل بوجه شر وبكذا وأخذ تشتم فيه وتعيب عليه لأن هي نظرتها سودة هي العدسة بتاعت عينيها أصلا سودة شايفة الدنيا كلها سواء فقال إن هذا أبي وأمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك فهنا بقى بنتعلم إيه إن إحنا لابد أن ننظر يكون عندنا أمل داخلي وأن ننظر إلى أطيب ما في الدنيا وليس أعصر وليس أشد ما في الدنيا أنا أذكر مرة كنت مسافر وأنا طالب في الأزهر كنت مسافر وبعدين فجأة كان فيه ظروف معينة ونزلت في مكان الساعة 3 صباحا مفيش مواصلات خلص وعلى طريق المفروض ما يكونش فيه مواصلات وبعدين لقيت واحد كده واقف فبقول له فبقول له بقول لك هو المواصلات ما بيجيش تلوقتي قال لي مواصلات يا عم الشيخ مواصلات إيه؟ وفي مواصلات إحنا مع بعض كده إن شاء الله لحد الصبح بتقول له يا أخي لعل يمكن ربنا يكرم وربنا يبعث لنا حاجة تنقلنا من اللي وكان جاء وكان برد في الشتر قال لي يعني أنا باب أكلش معاه الكلام ده عم الشيخ بصراحة يعني هو ربنا حيقول عزو بالله حينزل لنا عربية من السماء يا أخي حرام عليك والله يا دعاء وفاجأ بإن عربية بإم دابي وقفة بتشاور لنا المهمة أنا ركيبته ونسيته نسيته خالص وفي نص الطريق وإحنا ماشيين بقول له الرجل اللي بقول له على فكرة كان معل حد قلبه ونصيبه كده بقى هو أي حد بيحط نضار سوده سوده على عنين ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه من جنس العمل أما الذي يتفائل ودائما يضع الأمور في حجبها هو ده المرزوق من الله سبحانه وتعالى طيب أخذ أول تسال معي أم محمد ألو أهلاني أم محمد زي حضرتك أيوة اتفضلي اتفضلي سؤالك لفضلت الشيخ إزاي يا مدام دعاء الحمد لله تمام إزاي صحتك الحمد لله اتفضلي لو سمحت عايزي مشكلة عايزة أكلم مع أحفضلت الشيخ اتفضلي دلوقت يا مدام دعاء أنا معي أربع عيال أيوة معي تلت تلت بنات وولد تمام البيت الصغيرة جزها اتخطى في السنة اللي فاتت وعرفنا إن هو بريء وعنده مكتب وأخوه وصحبه عملوا فيه الموضوع دوت خطفوه المقلب دوت آه وخدوا المكتب والأوراق وبعوا العربيات وعرفنا العربيات إن اتبعت من الشارع آه العربيات عرفنا إن هي اتحجزت في المرور يعني مش حرامي تمام الموظف اللي عنده ضرب تليفونات للناس اللي هو يعرفها وقال لهم ده خد فلوسكو وطفش عشان هو حرامي طيب عشان هو حرامي وعرفنا من الناس من الشارع قالولي عشان أنا سكنة معهم في الشارع عندهم عندهم يعني معرض عربيات قالولي أخوه جاب علينا عربيات والعربيات استطلت في المرور عشان باع العربيات أخوه مش بالورق الرسمي بصور طيب وبعدين وبعدين جات بتي الكبيرة بتي مدرسة وكيلة في مدرسة في العجمية وابني الكبير قالولي طلق البنت دي منه طيب جيت أنا مرضيتش أطلق البت منه وعدوني ومبهدليني ومخصميني هما تبقى لهم سنة والبت صبره لغاية لما جوزها هيجي بالسلامة كده هوت وقالت لي يا ماما مش عايزة تطلق الراجل معايا راجل محترم فوق ما يتصورها البشر يعني هو هو عائلته لنصبين ولا الناس اللي بيشتغلنه هو مالنصبين؟ لا اللي نصب عليه احنا عرفناهم هو كويس هو انت بتقولي ان هو رجل كويس؟ هو كويس هو رجل محترم طيب طيب فسؤالك ايه بقى؟ هما مقاطعينك عشان المصممين ان البنت تتطلق وابني بيشتغل عنده عملوا المكيدة دي اخواته عشان هو مفصوط طيب 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 حضرتك اخوات ولاد حضرتك عايزينك تطلق البنت منه اه ولادي بقى عايزيني صح كده؟ اطلق البنت منه طيب جيت انا رفضت طيب فهما مقاطعينك وبيشتموا عليها وبيجي ابني يشتمني وعايزيني اطلق البنت منه هل ينفع ان انا عرفة بقى لي عشر سنين وطلق البنت منه؟ طيب ماشي ماشي يا أمو محمد هنرد على حضرتك شكرا جزيلا لا إله إلا الله يعني اي حد بتدخل بين واحده ومراته عشان يفشل اللاقة الزوجية ده كبيرة 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 من الكبائش حتى لو هم شايفين انه الرجل ده مثلا هم مالهم انه عليه قضايا أو عليه كذا حتى وان كان فيه ما يقولون لا يجوز بأي حال من الأحوال التدخل في أن تفشل علاقة زوجية لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إذا كان كذلك ما بل ست بتقول ان هي مصنوب والتالي انت صح واثبتي على ذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فكأنما تسفهم المل يعني التراب الحار وده تدخل في غير موضعه ولا يجوز مثل هذه التدخلات يعني ليس منا من خبب امرأة على زوجها يعني ايه خببا كرهها وحاول يفرق ما بينهم ومن بعض وهم زنبهم ايه انه هم قطعوا امهم وقطع اختهم غير انهم عايزين يطلقوا الاخت منه لقدم قطعين امهم وبيشتموها وبيبهدلوها علشان هي ما وفقتش على الموضوع ده لا طبعا ده حرام ده حرام ده نس في يعني مش طبيعية وده دينيا حرام ولا يجوز بأي حال من الاحوال وبنقولهم رجعوا نفسكم واتقوا الله سبحانه وتعالى طيب هقولك يعني عينة من الخنائات بين الناس وبعضها الحقيقة الخنائات كتير قوي اللي هي بتكبر بس خنائات هايفة انه مثلا اتفه مشاكلي اللي لسه الحد دلوقتي مأثرة على العلاقات بينها وبين اخواتها انها بتروح لزيارات لمامتها فمامتها بعد ما تجوزت شارت دولاد بتاعها وبعدين لما خلفت بقى عايزة تحط حاجة ولادها في الدوليب فاخدت زي رفين او حاجة من دوليب اخواتها فاتقنائة كبرت انت ازاي تبت يعني انت ملكيش حق في دوليبنا وتاخدي يعني ارفف من الدوليب بتاعتنا او كده وكأني مليش الحق حتى في خصصية هناك وانا من ساعتها مش بروح زي الاول لو رحت ما بكملش ساعة وكلنا شايلين في قلبنا بسبب ضرفة في دوليب وربنا عالم انا مش مشايلهم همي خالص في حياتي الزوجية مهما قابلت وبرضو مفيش تقدير يعني توصل انه الاخوات يقطعوا بعض او يفضلوا شايلين من قلبهم ناحية بعض عشان عايزة تحط هدوم ابنها في ضرف الدوليب انا اقول لحضرتك عينة يعني من انه بص احنا بنوصل لايه دوازي باسبوع قال لو تمضي جزي الاسيمة بتاعت الموبيليا وهو حلف بالطلاق وهي راسها وقال في سيف قال تروح تعمل محضر في الاسم وتاخد الحاجة تاني وتاني يوم جيه البيت ومضى عندنا في البيت وهي مرضيتش تيجي تفرش معي وكانت حوسة بس الحمد لله اصفه بعد كده طيب انا عن نفسي بتخانق كتير مع اختي على حاجات تفهى لما مثلا انا اشتريت سلك جديد احطه في البلكونة وشلت القديم اللي مكانه من كتر متهارة يعني قمت اختي شالت الجديد بتاعي وحطت مكانه القديم وانا طبعا زقلت وزعقت وشلت الجديد ورميته وخلتها يعني بص بص شكل الخرقات وبص احنا منقف لبعض ايه طيب ويا دعاء انصحينا فضلت الشيخ يعني ازاي نتعامل مع شخص في العائلة خانقنا ومضيقنا خصوصا لو كانت اخت ارجو النصيحة السياسة يا دعاء هي السبب المشاكل في اغلب البيوترية المصرية وخناقتي انا واخواتي بسبب ان انا ليه رأي مختلف عنهم ويعني انت عارفة طبعا انا مرت خانقتي مع جوزي خناقة كبيرة جدا بسبب حمايتي مع ان الموضوع كان تفه جدا ووصل للطلاق وكانت اول طلقة في حياتي بعد اول شهر ونص جواز بس كل ما في الموضوع ان كانت جوايا ترقمات ما بتطلعش صدفت بقى ان الترقمات دي طلعت في ادفع حاجة خصلت بيني وبين جوزي خناقة مستمرة دايما بين الحين والاخر بيني وبين جوزي انه مش بيهتم ببنته ودايما هو وهي بيتخنق مع بعض زي الديك والفرخة مع ان بنته عدها عشر سنين وانا مش بتحمل المنظر ده فبتجنن مرة خانقت انا وجوزي فاول جوازنا خناقة كبيرة قوي وسبت البيت عشان كنت رايحة كلها حتى روج يعني الخناقة دي قد تخلص بمنديل ورق بمنديل ورق بس يعني ثابت البيت فدي مثلا النمازج انا طبعا هحكي بعد كده النمازج الخناقات بس حضرتك رأيك ايه انه الاخوات حتى بيتخنقوا مع بعض على على ضرفة على سلك على وده بيحصل والناس كلها وجران على على سلك داش كل يعني الخناقات اللي في الدنيا كلها لو دورت على السبب هتلاقيه صغير جدا احنا عندنا مشكلة في منظورنا للحياة ومنظورنا لأهدافنا اللي المفتورة دي احنا رايحين لها واحنا عايزين ايه من الدنيا ورايحين لفين يعني فيه بعض الناس انا اعتقد انه موظم التعليقات دي تحت هذا البند هم عايشين وخلاص عايشين وخلاص مفيش هدف محدد عايزين نوصله اللي عنده هدف في الحياة عايشين وخلاص ماشي كده وخلاص ماشي بالبركة الحياة ماشي بالبركة المسلم لا المسلم ليه هدف ان يدخل الجنة ان يعمل الصالحات ان يحقل يبيده الاستقرار ان يعيش بطريقة معينة ده هدف المسلم فالمفترض ان نترفع عن هذه السفاسف التفاهة المسلم لا يكونوا تافها أبدا اطلاقا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحبه من الله من المؤمن الضعيف من علامة الضعف ان نهتم بتوافع الأمور وتوافع الأمور تكون مسيطرة على حياتنا مسيطرة على علاقتنا مسيطرة على علاقة بأختي أو أمي أو جوزي أو ابني لا مثل هذه التفاصيل ما نقفش عندها المهم ان احنا مكان الحمد لله عايشين فيه ولنا مكان مدارينا ولنا مكان صحيح ولنا مكان الحمد لله بنستريح فيه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قطة يا أمي فقط حيزت له الدنيا بحذافرها مدام حيزت له الدنيا بحذافرها حنخلي الدنيا كلها بكفة ودرج ودلف كفة يعني لغبط الدنيا دي كلها علشان علشان ضرف الدولاب أو درب أو سلك يعني ف درقم ياخد وقتها ويخرج العشرين ثانية ما يعديش بصي ما يعديش العشرين ثانية اللي احنا بيقول عليهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأوا بالسلام خيرهما الذي يبدأوا بالمصالحة في الوقت ده حتى لو الطرف الثاني غلطان لازم احنا نبدأ ونعمل مبادرة بالمصالحة وعلى فكرة الزجل قوي قوي الإيمان وقوي وثقة عنده ثقة في نفسه يصلح مراته دايما علشان هو قوي قوي من ناحية العقلية وقوي كمان شعوره ممكن شعور المرأة رهيفة أكثر من شعور الرجل وهذا ما تجيش على كرامته أبدا ده ونفس الوضح المرأة الأفضل أنها تبادر زوجها بالصلاح في هذا الموضوع ده رقم واحد رقم اتنين الحقيقة يعني لازم نعمل لنفسينا جدول آه لازم نعمل ما نسيبش حياتنا كده صحيح مرمطة لل للعشوائية ومرمطة للتوافر لازم نفسينا جدول صحيح احنا عندنا وقت نتخانق على حاجات زي كده لو النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا قال ساعة وساعة سيدنا حنزلة لما سيدنا حنزلة فكر كده نافقه 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 فكر كده الحمد صلى ساعة وساعة ساعة ان انت تخطط فيها تعبد ربنا ازاي وساعة تخطط فيها لدنيتك عندك مسئولية وعندك مصاريف اولاد وعندك ان انت بتترقى في الدنيا علشان تستمكن في الحياة وده على فكر جزء من الامان وجزء من الدين هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها ان انا بفكر اكون افضل من حالي دلوقتي على كل المستويات ده من الدين ومن الامان هو ده الحقيقي المفروض ياخد جهدنا ووقتنا لكن مش مش الروج لا لا طيب يعني يعني في واحدة قالت لك انا مرت خنيقتنا واختي ضربنا بعض على بنسة فبابا صحي من النوم امضربنا احنا الاتنين فقعدنا معي تحتنا الاتنين وبعدين قمنا طبطبنا على بعض فبابا بصلك ايجزم بعدما صحتوني وقلقت النوم انما يعني دي ممكن حاجات تدعحك انما في حاجة لا لا في حاجة مهمة شوف حضراتك ممكن لأموره تفهى ازاي اه وتحصل خناقة بسببها منوشرش اهلنا بقى علشان احنا بنصفها مع بعض واهلين ده الحدد ده الشيلينا في نفسهم ام يعني مثلا نفترض وده بيحصل كتير اتنين خانوا مع بعض واحده امراضه وعلى حاجة تفهى اه ووصلوا الموضوع للأهل والجران والأصدقاء والناس كلها بقى كل واحد في بيئة ونعهم وهم في الاخر ومتصالحين وعاد زي سامنا على عصر ايش حاجة وبعدين بيشايل وبعدين بيشايل اه بيشايل يبقوا بيشايل المهم بقى مما علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا ما نشيلش من بعض اول بول كده نخرج ننظف ننظف لانه عندما يعني بنجد فيه انفسنا بنجد فيه انفسنا ده من حد بنزعل وتركم الزعل على الزعل على الحزن على الحزن فبيحصل هناك انفجار هذا الانفجار ربما يكون ظاهره سبب بسيط جدا لكن نتيجة زعل كبير لا احنا نعاتب ونسامح صحيح ونتسامح ونتحك ونصالح كل ده علشان نطرد كل الاشارات السلبية والشعور السلبي من الايه من النفس طيب انا انت وفاكرة لو ما تكلمنا قلنا في الصالحات وقانتات معنى قانتات يعني ايه يعني ليس في النفس شيء يعني المرأة القانتة التي تحب زوجها وتفعل ما يريد الزوج ولكن عن حب وليس في في النفس اي احقاد او في القلب اي شيء طيب انا عندي لحقيقة قصتين هم ما شايفينها انها هايفة بس انا ما شايفاها هايفة يعني انا تخنق تخنقها جمدة لاني كلمت ابن عمتي على الفيسبوك وتخصمنا اسبوع وجوزي مرة رمى عليها يلمين اطلاق في التليفون عشان رحت بايت عند بنت خلتي وكان يوم خطبتها والحقيقة انه الحاكتين دول يعني في شعرة بين الهايفة لا الهايفة يعني اعتقد ان دي مش هايفة واعتقد انه لما تكلمي مثلا من خلتك وجوزك او من عمتك على الفيسبوك وجوزك حاجة بتضايقه بتهيلي ان دا مش سبب هايفة انا عايز اسمع رد حضرتك في النقطتين دول بس بردو ااخد مادام نادية لان هي معانا على التليفون بقالها فترة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا الله يخليك بقول لحضرتك انا فت على المعاش ومريضة يعني القرشين اللي طلعوا من المعاش حطتهم في وديعة فباخد الأرباح بتاعتهم كل تلت شهور باسدد بهم قصة يشاقة وبجيب علاجي وكده طبعا انا مش عارفة اطلع الزكة بتاعهم ازاي الوديعة عدت النصاب او اه مية وثلاثين مية وثلاثين اعرفة مش عارفة يعني اطلع زكاهم ازاي انا باخد الأرباح بتاعتهم كل تلت شهور اه وانا بجيب منهم ادوية وبسدد قصة يشاقة وكده وهل يجوز هل يجوز على الزوج الزكا يعني هو ملوش دخل غير المعاش بتاعه بس هل يجوز ياخد من الزكا منتاع الزكا طيب ماشي وشكرا نستي جزاك الله خير شكرا لها زكا مية وثلاثين الف جنيه وديعة حطاهم بتاخد كل تلت شهور في الوس تجيب أدوية تعمل تحاليل معرفش ايه هل لي عليهم زكاة تطلع الزكاة ما تطلعش الزكاة بلغ النصاب ومر عليه عام كامل يجري يبقى إذن واجب فيه الزكاة واجبت فيه الزكاة طيب الزكاة هنا هتطلحهم من أصل المبلغ ولا من الأرباح مسيان مش مشكلة هتطلحهم من أجهما تطلحهم لو انطلعتهم من الأرباح تطلع قد ايه يعني هو مبلغ في الآخر مية وثلاثين دول عليهم اتنين ونصف في المية يعني يعني تلتاشر ألف نصفهم سبعة نصفهم تلتة ونص تلتة ونصف في السنة تلتة ونصف في السنة اه ما هو المية ألف عليه ألفين وخمس ومين كنيه اه ودول مية وثلاثين أليه عليهم تلتة تلتة تلاف ونصف في السنة هل التلتة تلاف ونصف في السنة دول ممكن تطلعهم نسريات بحيث ممكن يبقى ثلتة ونصف في وقت معين من السنة ممكن يمثلو لها هدك أو يعني لود عليها هل ممكن تطلعهم نسريات كل شهر؟ ممكن تطلعهم نسريات لصالح المريض نتعرف فوق رماينة تطلعهم كل شهر مثلا مرتب على الحاجة مش قدنا مشكلة في ده وممكن تحسب الزكاة بطريقة تانية طريقة العشر قياسا على زكاة الزروع والسيمار لأن أصل زكاة الورق اللي هي البنك نوت هو بنقيص زكاة البنك نوت على حاجتين بعض العلماء قالوا على الزهب والفضة لأن سيدنا ناوي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زكاة الزهب والفضة ففي قياس فعلى الزهب والفضة يبقى إذن زكاة الزهب 2.5% لكل 20 مثقال على كل 20 مثقال الذكاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرابع لعشر يبقى 2.5% اللي هو الحساب اللي احنا بيتكلم عنه بالغضاء اما أو بنقيص زكاة البنك نوت أو الورق على الزرع والثمار زكاة السرع والثمار مش كل الحل بتاعها هي الزراع الثمر لما الأرض بتطلع الثمر وبنحصد ففيما سقط السماء العشر وفيما سقيا بالنطح نصف العشر يعني إذا كان هناك تكاليف بنصف العشر إذا كان ما فيش تكاليف على الزراع يبقى العشر كامل فبناخد العشر من الريع يعني هي ممكن تعمل دلوقتي تاخد عشر الفايدة اللي بتطلع على السنة كلها اللي بتاخدها كل تلات شهور يعني مثلا بتاخد كل تلات شهور ألف جنيه يبقى في السنة ويبقى مثلا بتاخد فوائد على المبلغ ده نفترض مثلا بتاخد عشر تلاف جنيه يبقى ناخد عشرهم عشر العشر عشر مجموع الفوائد خلال السنة طيب هل الجزء هي جوز عليها الزكاة؟ آه طبعا إذا كان فقيرا ومحتاجا آه هي تديله من فلوسها آه وينفق عليها لشراء الاحتياجات مش شراء الترفيهيات يعني مثلا ما يروحش مثلا نجيب لها ترطايا لا مش وصلت ترطا عشان بس إنما ما يروحش مثلا نجيب لها عربية من فلوس الزك ما يجب لهاش مثلا آه أي حاجة فوق الاحتياج آه آه ده منفعل لا يعني الزوج يجوز عليه الزكاة إذا كان فقيرا فقيرا يعني إيه؟ فقيرا يعني دخلوا وبكافوش آه يعني دخلوا يعني هي لو صرفت على البيت تحسبها من فلوس الزكاة؟ مش دخلوا بكافوش بس دخلوا ما بيكافوهوش وليس له مورد ولا يمتلك ولا يمتلك شيء غير الأساسيات بحيث تدير على داخل طيب يعني هي لو صرفت من الفلوس دي على البيت هل تحسبها من فلوس الزكاة طالما البيت لا تدهاله في إيده هو يصرف طيب شدوا وكل المراضحة طيب هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقاتنا اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية احنا عايزين نحدد يعني ايه الحاجة الهايفة لانه جات لي يعني قصتين من ضمن القصص واحدة باتت عند بنت خلتها وجوزها رام عليها يمين الطلاق بتقول لك ان كان يعني سبب يعني هايف والتانية بتكلم ابن عمتها على الفيسبوك وجوزها زائل منها وفضل مخاصمها اسبوع هل دي حاجات هايفة والأزواج مثلا ما عندهمش حق يعني ولا ده سبب يستدعي ان احنا لأ نتراجع عنه ونبسكش فيه هي اللي عندي مع الزوج ده مش هايفة بالنشوز مش هايفة وعصيان الامر مش هايفة ازا كانت تستطيع يعني هي ليه توجع دمخ يعني هو قال لها ما تكلميش ابن عمك ولا ابن خالك على الفيس خلاص هو عايز كده هو عنده ريبة المرأة الزكية امرأة ابي حذيفة لما كبر سيدنا سالم وسالم ابنها يعني كان شاكل زي ابنها بالضبط هو صحيح كان مولى كانوا يتبنيينه لكن طلح في وسطهم وطرب وكانوا يقولون سالم ابن حذيفة وهي امه وده ابوه لما كبر وبلغ فلأت في وجه ابي حذيفة تشيئا هو ما قالش ولا تكلم ولا اشتكى لما استشعرت الغيرة فجأت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني اجد في وجه ابي حذيفة تشيئا فهندرك الموضوع على طول شاهد هنا دلوقتي هو عايزك ما تكلميش على الفيسبوك يبقى تصف في الفيسبوك في الوقت ده ونطيع الزوك يعني حرضيه ولما أرضيه حرض ربنا وتتوضط العلاقة والحب حيكتر لما هشعل الغير تو عشان حاجة اه ما فيش داعي هنا بقى طاعة الزوب مدام ما فيهاش آه يعني ما قالهاش ما تكلميش منتك ولا اختك ولا اخوك يعني هو بيغير من ابن عمتك خلاص آآآ حقه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال السعادة في ثلاث زوجة إذا رآها زوجها سرت وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه وبيته ودار ودب ليه الزوجة صالحة والمركب الصالح والدار الصالح وقال الشؤم في ثلاث المرأة نفسه هم نفسه في ثلاث بس الشؤم هنا مش معنى زلك النحس اللي احنا قلوه عليه لا عشان ما يفهمش غلط الشؤم هنا بمعنى إن الإنسان داخليا سيكولوجيا لما ياخد موقف من حاجة صعب نتغير لما هو يكون مقتنع قوي إن امرأة وحشة تمام لما يكون مقتنع قوي ما فيش فايدة فيها أما يكون مقتنع قوي البيت داي علي تمام أما يكون مقتنع إن العربية بدعم الحوادث فهنا بقى العلاج إيه العلاج إيه نحاول بقدر الإمكان نخرج من هذا الشعور السلبي لأن الشوم أصل نحن اللي بنصنعه داخلنا ومش موجود في الأصل قالوا طائركم معكم قالوا لما قالوا للرسل إنا تطيرنا بكم انت شاءمنا منكم من يوم ما جاتونا وحصل كذا وكذا قالوا طائركم معكم طائركم جواكم انتم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة في الإسلام تمام أم مصطفى السنة السنة هي متجوزة وقالها 30 سنة متجوزة لها 30 سنة يبقى هو تجوز كم مرة كده في حياته مع أن يطلق الشخص اللي هي وخادي هديس ترجع له سنة عشان خاطر العيار لا يعني هو تجوز كم مرة بابا؟ تجوز واحد عرفي وآآ نعم بابا تجوز كم مرة في حياته؟ في حياته؟ في عرفي وفي شارعي مش عارفة يعني ممكن متعديش وخلف منهم ولا ما خلفش؟ لا هم عم بيكملش شهرين بكتير وبيطلقهم وبيقول لكم إن ده حقه؟ وبيقول آه ده حاجي وده مش حرام آخرها من أسبوعين أن تجوز واحدة آآ آآ أهلها مرديوش خدها من ورق أهلها وتجوزها يعني طبعا تكون كبيرة في الخمسينات أو الاربعينات وكده آآ وبعد كده ماما جابت عمامها وأول مرة تدخل حد وآآ وإنها عايزة ترفع عليه خلع عشان هو مش ردي طلقها آآ وبعد كده الحجال آخر مرة وأول مرة وبعد كده بعد ما مشوا الناس الثاني يوم بقدت آآ رجعتاني طب ليه ما تسيبنيش على راحتي آآ لي آآ إن ده حلالي ومش عارفهم إيش رغم إن قالوا لي إن ده زنة زنة إن أهلها مش راضيين وكده لكن مقتنى تماما إنه مش بيعمل أي حاجة حرام غير إنه تعاد بيدربها درب مبرح يعني درب ممكن أنا بخاف كتير الممطق؟ بيدرب ممطق؟ رغم كده أمي مستحمل عشاني العيال وكده يعني وآآ وانتاني حاجة المصري فيها عشان شغالها بيقول لها لازم تحط معي في كل حاجة في البيت رغم إنه والله يتطرف وهي اللي بتجهز يعني هي لو جهزيني أنا لو هو بيصرف على الستات اللي يجوزهم دي هو ما يصرف خمس ثلاث منهم هو ما يصرف الحل؟ اللي يعني اللي جاي يعني مصريف في البيت وكده هيكفي مين والمين والمين هو طب أنا باوكل بشاري وبتفع نور ومية وكلام ده مش فاهم اللي ده عادي ده طبيعي لازم تحط معاه رغم إنها بتصرف بس هي ممكن مراكبها مش بيجرد عشان بتجوزنا إحنا كبنات وكأولاد بتتعيدنا تعمل جمعيات وبتجهزكو كده بس ياريت شيخي يفاهموا إن عادي تنقادل إن الضرب لا وإن هم ممكن ترفع خلع ولا لا وإن الجواز ده حلال ولا حرام ويقنعوا بجد بس ياريت بعد دقيقتين أكون اتصلتين طيب بعد دقيقتين احنا هنستنى أكون اتصلت بابا يعني عشان يسمع للاقي الحالة طيب قوليلي هو بابا متدق يعني بيصلي وكده؟ بيصلي طب بيصيبش الفرص هو بيقولك إنه ده طب الحقيق قوليليه علشان إحنا خلاص فضلنا دقيقة على الحلقة وفضلت الشيخ هيرد عليك وهو بيقول إنه ده حلال وبلال ويتجوز مرتين وثلاثة في السنة والجوازة تقعد شهرين أسبوعين على حسب التسهيل وإنه هو يعني بيمتع نفسه محدش له عنده حاجة طبعا بيعمل إيه؟ حلال ربنا هل ده حلال ربنا؟ لا هو الزواج شرطه الدوام شرطه إن أنا فعلا عايز أبني بيت عشة زوجية ومن آيتي أنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون فالزواج اللي بنيت الطلاق وبنيت المتعة المؤقتة دحران لا يجوز بقي حل من الأحوال وفي بعض الناس قولك مثل ثلاثة واربع إلى أصل فيها إن أنا بمتع نفسي بدل والله ملف على الخليلات وعلى الحبيبات وعلى العشقات إذنه بعمل آه آه هايكونوا زوجات وإيه ديتها يعني؟ ورق عرفي آه ولا صيغة وبعدين معروف مصيرها إنها حتطلق بس أنا عايز أسأله سؤال أنت شبعت؟ مستحيل يشبع ده مستحيل أنت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده فيه مشكلة عندك دخل ولازم تزكي نفسك قضي أفلح من زكاه وقد خاب من دساه ونفسك الطفلي أنت همله شبع على حب الرضاء وإن تفطموا يا قضاء وأنا سألت ناس كتير في هذا النوع شبعتوا يا جماعة قالوا لا والله مستحيل النفس ما لهاش حد الحد أنت تقتنع وترضى إذن هو بيمشي على هواه وعنده جشع في الحتة دي وده بيعمل حاجة لا ترضي ربنا طالما أنه النية في الأول بهدف لاستمتاع السريع والرخيص كمان يعني إحنا خلاص وصلنا لهاية الحلقة فضلت الشيخ معه أنه موضوع الضرب ده أكيد أنه حرام أنه يضرب زوجته وأنه يجبرها على الصرف في أساسيات البيت وهو يعني يجوز نتكلمنا عن الموضوع قبل كده طبعا كلها تحرام وقلنا أن تحرام شكرا جزيلا فضلت الشيخ أحمد تركي يعني منورنا كل أسبوع فضلت الشيخ ونستمتع بحلقة حضرتك شكرا لكم مشاهدينا ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله السلام عليكم شكرا لكم